لتاريخ لا يروي للأطفال كي يناموا بل للرجال لكي يستيقظوا بينما جيش المسلمين وجيش الفرس يستعدان للمعركة إذ يتفاجأ المسلمين بين الفرس قد جلبوا معهم أسدا مدربا على القتال وبدون سابق إنذار يركض الأسد نحو جيش المسلمين وهو يزأر ويكشر عن نيابه فيخرج من جيش المسلمين رجل بقلب الأسد ويركض الرجل المسلم الشجاع البطل نحو الأسد في مشهد رهيب لا يمكن تصوره كيف لرجل أن يركض نحو أسد واعتقد أنها لم تحدث في التاريخ أن رجلا يركض نحو الأسد مفترس الجيشان ينظران ويتعجبان فكيف لرجل مهما بلغت قوته أن يواجه الأسد انطلق بطلنا كالريح نحو الأسد لا يهابه وبصدره عزة وإيمان وشجاعة المسلم الذي لا يهاب شيئا إلا الله بل كان يعتقد أن الأسد هو الذي يجب أن يهابه ثم قفز عليه كالليث على فريسته وطعنه عدة طعنات حتى قتله فتملك الرعب من قلوب الفرس كيف سيقاتلون رجالا لا تهاب الأسود فدحرهم المسلمون عن بكرة أبيهم ثم ذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى بطلنا وقبل رأسه تكريما له فانكب بطلنا بتواضع الفرسان على قدم سعد رضي الله عنه فقبلها وقال ما لمثلك أن يقبل رأسي تدرون من هو الأسد إنه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص هؤلاء من يجب تدريسهم لأبنائنا يريدون منا أن ننسى أسودنا المسلمين ولكن لن ننساهم بل سنعيد مجدهم بإذن الله وصلي علي الحبيب المصطفي صلوات ربي وسلامه علي اشتركوا في القناة